السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر إنني أود أن أبعث من خلال مجلسكم الموقر رسالة اطمئنان إلى أبناء مصر الأعداء مؤكداً على عدد من الأمور الهامة التي يجب أن نضعها معاً نصب أعيننا ونحن نكمل المسيرة في المستقبل أولاً إن مصر قادرة وتمتلك من الثروات الطبيعية والبشرية ومن الإمكانيات ما يجعلها قادرة على أن تكمل مسيرتها في المستقبل بكل ثقةٍ واتمئنان ثانياً وكما يؤكد السيد الرئيس دائماً فإن كل الإنجازات التي تتم على هذه الأرض هي إنجازات الشعب المصري وما الأفراد كبيرهم وصغيرهم إلا تروسٌ في الآلة المصرية الكبيرة آلة الشعب الذي صنع الحضارة والذي لا يزال يصنعها ثالثاً إن التكاتف بين الشعب والحكومة والتماسك الاجتماعي والالتفاف حول هدفٍ واحد هو الوسيلة الهامة لتحقيق النجاح أؤكد لكم اليوم أن الحكومة سوف تعمل بكل قوتها لتنفيذ توصيات فخامة الرئيس وأن تستلهم من المراجعة المستمرة من مجلسكم الموقر الذي يؤدي دوره الرقابي مصاراتٍ لتطوير الأعمال المختلفة كما أن الحكومة سوف تعمل على متابعة مشاكل المواطنين والتعرف على حاجاتهم والعمل على حلها وسوف نواجه بكل حزم أي تجاوز من جانب الجهاز الإداري أثناء أداء الخدمات للمواطنين